موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 3 لسن 7 اليونت الثالث الدرس السابع عنوان الدرس ميكينا بوستر عمل ملصق موجود بصفحة 50 من كتاب الطالب صفحة 48 من كتاب النشاط قبل أن نعود بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب وليسون أستاذ طاحسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي صفحة 50 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة ميكينا بوستر عمل ملصق شنوه هذا الملصق؟ الملصق هو عبارة عن نشاط لا صفي من الممكن أن التلميذ يشارك به يعمل لوحة على فايل يختار فد موضوع معين ويرسم مجموعة من الرسومات ويكتب مجموعة من المعلومات على هذا الملصق مثل ما موضح في الصورة بالصفحة الثانية من كتاب الطالب بذا تلاحظون هنا رسمين شجرتين ومكتوب أعلى هاي شجرتين Green Tree School مدرسة الشجرة الخضراء إذن كاتب على هذا البوستر أو الملصق اسم المدرسة وبعدها مختار موضوع اللي هو موضوع Open Day موضوع اليوم المفتوح منطي تاريخه والنشاطات اللي رح يقومون بيها السباقات الأكلات اللي رح يبيعوها بالكشك الخاص بيهم إلى آخره إذن هو عبارة عن فايل التلميذ يرسم به مجموعة من الرسومات خاصة بموضوع معين يكتب به المعلومات الخاصة بهذا الموضوع ونفترض مثلا بعض التلاميذ يسأل السادة طينا مثال مثلا موضوع يوم المعلم يوم المعلم همنا من الممكن للتلاميذ يشاركون ببوستر أو ملصق يختارون رسومات خاصة بالمعلم حكم معلومات يوم عيد المعلم النشاطات اللي رح يقومون بيها بعيد المعلم إلى آخره إذن هو عبارة عن فايل يرسم بمجموعة من الصور ويكتب بمجموعة من المعلومات الخاصة بموضوع معين يختار في هذا الموضوع ويكتب عنه ويشارك بيه كنشاط لا صفي ياخذ هذا الملصق يوديه للأستاذ ينطيع لي درجات كنشاط لا صفي فبأسفل العنوان مكتوب ما الذي تحتاجه للملصق الخاص بك منطيني مجموعة من الأشياء اللي ممكن نحتاجها في عمل هذا الملصق إذا نريد نسوي فايل ونرسم عليه هاي الرسومات شنن نحتاج فاخنجي نشوف هاي الأشياء الشي اللي نحتاجه نوضع عليه صح واللي ما نحتاجه نوضع عليه خطأ فأول صورة من طينيها صورة هاي الشيت الورقة هذا الشي أحتاجه لو ما أحتاجه أكيد أحتاجه على مموضة أرسم بيه الرسومات الخاصة بالموضوع مالتي فأوضع عليه إعلامة صح أسفلها صورة السسز المقص أحتاجه لو ما أحتاجه نعم من الممكن أن أحتاجه في قص الملصق مالتي بعد صورة هاي الأقلام التلوين أحتاجها نعم أحتاجها في عمل الرسومات فأوضع عليها صح صورة المساحة أحتاجها أكيد أحتاجها إذا أخطأت بالملسق أثناء رسم الرسومات من الممكن أن أمسح باستخدام هذه المساحة بعد قلو قلو اللي هو الصمغ أحتاج الصمغ من الممكن أن أحتاجه ومن الممكن أن ما أحتاجه أحتاجه إذا أريد أن ألسق صورة صورتي الآن اللي عملت هذا البوستر الملسق أو أريد أن أخلي صور أخرى لمعلمي أو صورة فد حيوان معين إذا كان الموضوع متعلق بالحيوانات إلى آخره فإذا أحتاجه أخليها صح وإذا ما أحتاجه خلي خطأ فنقول إحنا ما رح نخلي الصور فنخلي خطأ صورة البراية أو المقطاطم نحتاجها إذا نحتاجها نخلي عليها صح فنقول مثلا نحتاجها صورة هاي مجموعة من الملسقات او الصور الصغيرة اللي ممكن اضيفها للفايل احتاجها اذا احتاجها خلي عليها صح واذا ما احتاجها خلي عليها خطأ احنا ما نحتاجها لان كذلك وضعنا خطأ على الصمغ اذا لا راح نخلي لا صور ولا نحتاج الصمغ بعد صورة البين القلم الجاف نحتاجها ما نحتاجها اما صورة القلم الرصاص نعم نحتاجها في رسم الرسومات هذا مجرد نشاط صفي يقول لك اختر الاشياء اللي تحتاجها في عمل الملسق الخاص بك بعد ما اختارينا الاشياء جبناهن ويانا المدرسة او من الممكن ان نعمل البوستر بالبيت فنجيب هذين الاشياء اللي نحتاجهن في عمل البوستر بعدها اسفل هذا النشاط يقولك look and write انظر واكتب انظر على اليمن انظر على هذا البوستر او الملسق انظر على هذا الملسق وبعدها اكتب and write واكتب شن اللي اكتبه what's in your poster ما الذي تريد ان تضعه في الملسق الخاص بك يعني مثلا هذا الملسق شن مكتوب بيه مكتوب بيه school name اسم المدرسة شن اسم المدرسة مالتهم green tree school مدرسة الشجرة الخضراء فيطلب من عندك ان تكتب اسم مدرستك فمثلا انا اكتب اسم مدرستي excellence school مدرست الامتياز او اي مدرسة ثانية من الممكن ان التلميذ يكتب اسمها بعد day and date اليوم والتاريخ احنا هذا البوستر او الملسق امناه خاص باي مناسبة عيد المعلم اكتب تاريخ عيد المعلم عيد الاب عيد الام اكتب تاريخ عيد الام او المناسبة ثانية اكتب التاريخ الخاص بالمناسبة فمثلا هو في البوستر مالتا مال الكتاب واضع لي date التاريخ شن هو fourth june الرابع من شهر جون يوم saturday السبت فاللاحظ saturday السبت fourth june الرابع من شهر جون يقولك كذلك انت اكتب تاريخ المناسبة والنفترض مثلا monday اصادي في يوم الاثنين third january الثالث من شهر january يناير الشهر الاول بعد stalls stall الكشك الكشك اللي رح يتم فتحه اثناء هذا النشاط او اثناء هاي المناسبة شرح تبيعون بي كيكس ان كوكيز ان درينكس بالبوستر او بالملسق اللي هوم سوي دي بيعون كوكيز الكاكا والمعجنات كيك الكيك وبعد درينكس مشروبات انت الكشك الخاص بيك شرح يبيع مثلا نقول فودز اطعمة ان درينكس ومشروبات بعد ريسز السباقات اللي رح اصير بهاي المناسبة بهذا اليوم كذلك انت اكتب النشاطات اللي رح تقومون بيها بهاي المناسبة مثلا نقول بعد الصباق الثاني بعد ماملية هاي المعلومات اللي رح استخدمها بعمل البوستر او الملسق الخاص بيه ننتقل للنشاط اللي بعده مكتوب look and read انظر وقرأ فهنا انا يطلب من اني اني انظر لهذا البوستر الملسق او لنسميه project المشروع مثل ما وضحنا بداية الدرس انه هذا الملسق من الممكن ان التلميذ يرسمه على فايل ويوديه للمدرسة يمطيه للأستاذ يحسب له درجات كنشاط لا صفي هاي دائما يسووها التلاميذ على موضي يحصلون درجات بالنشاط اللي اصفي بعد يطلب من عندي اني انظر وقرأ فرح اقرأ تفاصيل هذا البوستر او الملسق بعدها رح ننتبه انه رح نملي فاصيل ملسق بكتاب النشاط لذلك رح ننتبه للتفاصيل عن ود نعرف انحل كتاب النشاط فبا اعلى هذا الملسق مكتوب green tree school مدرسة الشجرة الخضراء اذا فوق يكتبون اسم المدرسة بعد come to our open day كاتب جواها تعالى الى يومنا المفتوح اذا المناسبة هو الopen day اليوم المفتوح بعد saturday اذا يكتب التاريخ يوم السبت fourth june الرابع من شهر june اللي هو الشهر السادس اذا يوضح لي بالصورة ان هذا اليوم الاول يصادف بهذا اليوم واليوم الثاني والثالث والرابع المناسبة هي باليوم الرابع من شهر june اللي هو الشهر السادس بعد stall او الكشك ش رح يبيعون بي cakes الكيك والكوكيز المعجنات او الكعك و drinks المشروبات باسفلها ذاكرين السباقات اللي رح يعملوها بذاك اليوم skipping race سباق القفز at 2.30 ساعة باش يقومون بعمل سباق الركض at 2.30 ساعة الثنتين و نصف running race سباق الركض at 3 o'clock في الساعة الثالثة بعد ما نظرنا لهذا الملسق وقرأناه ننتقل الى النشاط الاخر read other posters اقرأ الملسقات البقية بعد ما التلاميذ يجبون مجموعة من الملسقات give prices انطيهم جوائزهم فمثلا واحد من الملسقات شاشوفها جميل عن طيل مركز الاول والثاني اقل من عنده طيل مركز الثاني اللي خذناها بالدرس السابق 1st يعني معناها first الاول 2nd معناها second الثاني 3rd هي المختصر مع third معناها الثالث 4th هي المختصر مع fourth معناها الرابع هذا مجرد عبارة عن نشاط صفي من خلال التلميذ ينطي جوائز لبقية الملسقات البقية الملسقات الخاصة بالتلاميذ منتقل الى كتاب النشاط look and write the missing words انظر كذلك منطيني ملسق بشكل جديد برسومات جديدة يطلب من عندني انظر الى هذا الملسق write the missing words وكتب الكلمات الناقصة بعد هذا الملسق مكتوب snowy mountain school مدرسة الجبل الجليدي اذا هو راسم جبل الجليدي وكاتب اسم المدرسة بعدها كاتب come to our فراغ يطلب من عندني ان نكمل هذا الفراغ تعالى الى فراغ شو ننكلمة المناسبة للفراغ مثلا نقول open day come to our open day تعالى الى يومنا المفتوح اذا المناسبة خاصة باليوم المفتوح بعد التاريخ كاتب three rd اللي هي المختصر ما الثاد الثالث من يا شهر مثلا نقول january الثالث من شهر يناير او الشهر الاول الستول او الكشك ش راح يبيعون بي كيكس الكيك اند فراغ شنو بعد منطيني بالصورة المعجنات او الكعك فاقول cookies وdrinks المشروبات مثلا نقول tea الشاي راسمني صورة الشاي بعدها منطيني السباقات اللي راح يعملوها فراغ race at two o'clock سباق الفراغ في الساعة الثانية مثلا نكتب اسم السباق running سباق الركض في الساعة الثانية اما skipping race سباق القفز at في الساعة مثلا نقول three thirty في الساعة الثالثة والنصف مليئة هذا البوستر او الملسق بالضبط مثل الملسق اللي اخذناه قبل دقائق هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير او الامتحان الشفوي مجرد ملسق من المعلومات اللي بيه طبقا للملسق اللي اخذناه ببداية الدرس بنتقل الى النشاط الاخر look at the poster انظر الى كذلك هذا البوستر give it a prize انطي جائزة in the box في الصندوق هذا البوستر اللي حليناه قبل دقيقة ش تنطي يا مركز 1sd اللي هي المختصر مع الفرست الاول low 2nd مختصر مع سكند الثاني low 3rd اللي هو المختصر مع الثالث low 4th اللي هي المختصر مع الفورث الرابع ش تنطي يا جائزة واللي يكون مثلا انطيت جائزة الثانية فاكتب هذا 2nd وين؟ بهذا المربع اللي منطيني يا اسفل التمرين هذا كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي ننتقل للنشاط الآخر ساعد عادل ان يكتب الايميل هنا عادل كاتب ايميل بمجموعة من الكلمات الناقصة يطلب من عندي ان نكمل هذه الفراغات بالكلمات اللي منطيني ياهني على التمرين فراح نشرح ذلك كلمات نترجمهم بعدها نوضح الايميل ونكمل الفراغات الخاصة به great معناها عظيم race معناها سباق drinks معناها مشروبات jumping معناها قفز رياضة القفز او سباق القفز third معناها الثالث sandwiches معناها الفطائر green معناها اخضر هنا هذا الايميل كاتب عادل الى صديقة اسمه سام الموضوع subject our race day يوم والسباق الخاص بمدرستنا hi سام مرحبا يا سام today was our school فراغ day اليوم كان يوم فراغ الخاص بمدرستنا شن الكلمة المناسبة للفراغ ادور بالكلمات فراغ شن الكلمة المناسبة للفراغ اكيد كلمة jumping jumping معناها ركضت في سباق القفز i was فراغ my friend was first كنت في المركز الفراغ وصديقي كان الاول شن الكلمة المناسبة للفراغ اكيد كلمة third كنت في المركز الثالث او كنت الثالث وصديقي كان الاول my class has tall صفي فيه كشك with فراغ and pizzas هذا الكشك يبيع البيتزا وال فراغ شن كلمة المناسبة للفراغ اكيد كلمة sandwiches my class has tall صفي فيه كشك يبيع الفطائر والبيتزا my friends class had stall صف صديقي فيه كشك with فراغ هذا الكشك شي بيع يبيع الدرينكس المشروبات it was فراغ كان الامر فراغ شن الكلمة المناسبة للفراغ اكيد كلمة great it was great لقد كان الامر عظيما هذا ما يخص هذا النشاط كم من الفراغات الخاصة بالايميل بالكلمات اللي منطينياهن ابقى على هذا الايميل ننتقل للنشاط الاخر look say cover write and check هذا التمرين اللي لاقانا باليونت الأول باليونت الثاني ووضحنا انه راح يلاقينا باليونتات او الوحدات القادمة وكذلك المراحل القادمة يطلب من عندي اني انظر للكلمة هذه الكلمة انظر لها say انطقها او اقولها our cover اغطيها بايدي write اكتبها هنانا وانو اغطيها بايدي بعدها check اتفقد اذا كانت املائي صحيح او خاطر اذا كان صحيح فاعيد كتابتها واذا كان خاطر اصححها واعيد كتابتها بنفس الطريقة انظر لها انطقها اقول our اغطيها بايدي اكتبها وانو اغطيها بايدي وبعدها اتفقد مني ملاي اذا كان صحيح او خاطر وبعدها اعيد كتابتها وكذلك مع بقية الكلمات كلمة ثانية انظر لها انطقها اقول your بعدها اغطيها بايدي اكتبها بهذا الفراغ بعد ما اكتبها اتأكد مني ملاي اذا كان صحيح او خاطر واعيد كتابتها مرة وثانية وثالثة كذلك مع بقية الكلمات إذن هذا نشاط صفي مجرد لتطوير مهارة تركيز للتلاميذ الخاص بأملاء الكلمات هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم تعلمنا بكيفية عمل ملسق وعرفنا أن هذا الملسق من الممكن أن التلميذ يشارك به كنشاط لا صفي يجيب فايل ويختار موضوع معين ويرسم به مجموعة من الصور الخاصة بهذا الموضوع يكتب به مجموعة من المعلومات يكتب به تاريخ المناسبة اسمه من الممكن أن يوضع صورته ويشارك به مع الأستاذ كنشاط لا صفي وبالإضافة إلى ذلك حلينا التمارين المتعلقة به اللي هنه تمارين الإيميل أكملنا الفراغات الخاصة به بالكلمات المناسبة وكذلك ملينا الفراغات المتعلقة بالملسق حسب الملسق اللي أخذناه بداية الدرس ختاما شكرا لمتابعتكم بالفيديو أي سؤال أو سفسار أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة معكم على الشاشة